نظمت أمنة التواصل الشعبي والجمهري بحزم حمد الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي بالقاهرة يأتي ذلك في إطار مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها البلاد الحقيقة إحنا بندعم سيادة الرئيس علشان إحنا مشينا مشوار فعلا ولازم نكمله لأن الحقيقة مصر في المرحلة التاريخية دي في أشد الاحتياج لأن إحنا نكمل الطريق بنفس القيادة السياسية علشان نوصل بمصر إلى بر الأمان إحنا كسفنا الفترة اللي فاتت كإحنا من ضمن الناس اللي موجودين في الحاملة الرئاسية قد إيه طبعا حجم الإنجازات اللي كانت موجودة والصعبات بالنسبة للعشوائيات أو القضاء على فيروس سي أو فيما يخص التطوير من العريش أو كل التطوير طبعا اللي حصل كبنية تحتية وعدالة التوزيع الجغرافي اللي بانت بين المحافظات أن الموضوع ما بقاش مركزي على القاهرة بل بالعكس إحنا الوقت بيشوف أن جميع المحافظات بيتمي فيها التطوير في نفس الوقت الحقيقة أن حزب حماية الوطن كان له السبق في تأييد ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يأتي هذا الدعم من فراغ وإنما نتيجة لإنجازات عظيمة قام بها سيادة الرئيس في فترة رئاسية قصيرة لا تتعدى العشر سنوات والحقيقة كان له دور ولمسة قوية جدا وبصمة قوية جدا في جميع مناحي قطاعات الدولة سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الطاقة الجديدة والمتجددة حتى أصبحنا من نصاف الدول في هذا المجال